أعزائي مشاهدين قناة الحياة أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة اليهودية حلقة اليوم سوف تكون مختلفة لجهة المحتوى في الحلقات السابقة كنا نتحدث عن الأمور التي خاصة في العقائد أو الطقوس اليهودية حلقة اليوم سوف تذهب إلى موضوع مختلف يخص الفلكلور أو القصص الشعبية اليهودية يوجد طبعا الكثير في كل الثقافات والأعراق والأديان توجد قصص شعبية بين المسلمين وبين المسيحيين وبين اليهود وبين كل منطقة لا خصائص مختلفة يحتوي التراث الشعبي اليهودي على غنى كبير بالقصص الشعبية في كل مكان سواء في أوروبا الشرقية أو أوروبا الغربية أو في البلدان العربية أو المشرق عموما في هذه الحلقة سوف نأخذ قصة من التراث الحلبي قصة شعبية من التراث الحلبي ربما تكون هذه الأول قصة نتحدث عنها شعبية في هذا البرنامج وقد تم اختيار هذا الموضوع ربما يكون استذكار اليهود مدينة حلب الذين أيضا كانوا جزءا من التراث الشعبي للمنطقة جزءا من سكان المنطقة والآن طبعا لم يعد موجودين بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي فرضت عليهم الانتقال وترك البلد ربما تكون نوع من تسكير أنه يوجد بين أظهرنا في الماضي يهودا عاشوا بيننا ولكن الآن لم يعدوا بيننا الآن القصة عنوانها الرجل القائم من الموت قصة من التراث الحلبي وهذه قصة مأخوزة من كتاب عنوان حكايات اليهود الشعبية المجلد الثالث وبالمناسب بهذا كتاب إلى الآن صدر منه ثلاثة أرزاء عن قصص الشعبية اليهودية الجزء الثالث إلى الآن والأخير ولا أعرف إن كان سوف يصدر أرزاء جديدة أخرى يتحدث عن حكاية يهود البلدان العربية فاخترت هذه القصة من التراث الحلبي الكتاب صدر سنة 2011 ماذا تقول قصة؟ تقول قصة كانت ثمة رجل غني في مدينة حلب وبدأت أحواله المادية تسوء بشكل متزايد فكانت كل يوم يبيئ متاعا من بيتي ليعي الأفراد عائلتي إلى أن لم يتبقى شيء عنده وبسبب الحزن والعار لفظ أنفاسه الأخيرة وصعدت روحه للسماء كان ذلك في شهر نيسان وكان كل شخص يهيئ نفسه للعيد طبعا كان المقصود أن هذا الحدث كان في فترة عيد الفصح بالسخ وهو عيد شهير يحتفل به لمدة سبب أيام بدءا من 15 شهر نيسان اليهودي فإذا توفي هذا الرجل الغني الذي تردت أحواله في فترة عيد الفصح فكان البؤس واليأس القاتل يملأ بيت الأرملة فالبيت فارغ من الطعام ولا أحد يكترث لأمرهم وكانت المرأة تشعر بخجل كبير أن تخرج من بيتها لتسأل الصدقة في حينها كان يوجد شخص اسمه أزرى حمامبو هذا الشخص أزرى حمامبو شماز في الكنيسة الكبيرة أو خادم في الكنيسة الكبيرة في مدينة حلب والذي كان على معرفة بأحوال كل العوائل في المدينة وكان على دراية بحال المرأة الأرملة وأنها لن تقبل أي شيء من الطائفة فماذا فعلها تتابع القصة تقول أن ذات يوم وقف عند باب الكنيس حاملا منديلا كبيرا وكان يجمع العطاء من الداخلين والخارجين لكي يتصدق به سرا وعندما لم يبقى أحد في الكنيس قام بعد المال ثم ربط الحزمة ووضعها في جيفه وذهب إلى بيت الأرملة التي قلنا كانت مقابل غنية ثم انهارت بها الظروف فذهب عليها وقال لها الشماز اسمعي أيتها الأرملة الطيبة لقد استودعت أحدى نساء هذا المال من عدة أشهر خلت قبل أن تذهب إلى الأرض المقدسة ولكنها إلى الآن لم تعد والمال في هذه الصرة أي صرة المال ووجوده عندي بلا فائدة فلعلك تأخذينه من يدي وتعملين به عملا صالحا فتعطيها إلى من هو في حاجة إليه فعيد الفصح على الأبواب وما في الصرة من مال يمكن أن ينفع في العيد فإذا هو فكر بطريقة فيها نوع من الرعاية النفسية أنه يقدم لها المال وأنه هي التي تقوم بتقديمه لمن هو يحتاج هو لم يقولها نعم سوف أعطيك المال بشكل مباشر هو كان لطيفا معها بمعنى راعة شعورا نفسي وحالة الكبرية التي كانت تعيشها أنها كانت أمرأة غنية وفجأة انقلبت أحوالها فأخذت فعلا الأرملة تقبلت هذا الموضوع كان مستساق من يد عزرة حمامبو وقالت في نفسها فعلا أحتاجها ثم شكرت الرجل وقامت بشرواء لوازم العيد بالمال واحتفلت بالفصح مع ولادها بفرحا وسعادة ومرت الأيام وجاء عيد الأسابيع شفعوت الذي يأتي بعد سبب أسابيع من عيد الفصح ولكن ماذا حصل بعد هذا العيد شفعوت سمعت المرأة الأرملة أن عزرة حمامبو شماس الكنيس الكبير قد فارق الحياة أقص أن الشخص اليوم سمعت أني قطوفي وأن رجال الدفن قد ذهبوا لغسلي تجهيزة لدفنين وبلمح البصر خرجت إلى البيت الفقيد أو الراحل بيت أهل حمامبو ودخلت وقالت طلبت من رجال الدفن أن يتسمحوا لها في البقاء قليلا على فراد في الغرفة مع الرجل الراحل لأن تريد أن تقول شيئا له رغم أنه راحل فخرج الرجال ودخلت المرأة إلى جانب الجثمان وتقول أنها شأثت رأسها وركعت على الجثمان قائلة يا سيد الكون صلت إلى الله قائلة يا سيد الكون حكمانا قالوا أن أي شخص ينقذ روحا من إسرائيل فأن الكتاب المقدس يعتبره كأنه أقذ كل العالم وهذا الرجل أمامك قد أنقذ ثمانية أرواح على قيد الحياة فكيف يعقل أن يموت؟ وجه سؤالا لله أني هذا الرجل أنقذ ثمانية أرواح وين الوعد الموجود؟ كيف يمكن أن يموت؟ وبعد دقائق بدأ رجل ميت في الحركة وفنهضت الأرملة وأصدحت من ثيابها وشعرها وفي أزناء ذلك قعد الرجل إلى الحياة مرة أخرى وجلس ودخل رجال الدفن فكانت مفاجأة لهم أن شاهدوا كيف يمكن لهذا؟ هذا الرجل كان ميت منذ دقائق وعادة للحياة فجلسوا والدهشة تم لهم تقول الحكاية الشعبية فتحدث لهم فقال لهم أنه بينما كانت روحوا قال لهم الرجل الذي كان ميتا من قابل عزرة بينما كانت روحوا فعلا تصد نحو المحكم السماوية التي قالت إن موعد موت قد حان فأن المرأة الواقفة أمامكم في الغرف قد أحضرت صرة الماء ونادت بصوتنا عنه قالت أن هذا الروح قد أنقذت ثمانية أشخاص فكيف لها أن تموت؟ عندها رأت المحكم السماوية أن تمنحني يقول أن تمنحني أربعين سنة أخرى وأعيدت روحي إلى جسدي وها أنا أمامكم واقفا وبالفعل كان مندهش القصة الشعبية طبعا أنه قلنا هذه قصة الشعبية ولكن إلى ارتكاز في الحقيقة الكتابي شراح الذين يشتغلوا على كتاب حكاية اليهود الشعبية وهو ربما من أفضل الكتب في الحقيقة لأنه يقدم شروحات كثيرة على الخلفية الأدبية التي استمدتها القصة يقول أني هذا يعني القصة الشعبية ترتكز على مبدأ كتابي يقول وأما البري فينجي من الموت في سفر الأمثال عشرة وعندما يتحدث هذا المشاهد فإننا المشاهد المسلم ممكن يشعر أن هذا الشيء نحن نعرفه مثلا ربما يكون بثقافتنا الإسلامية ولكن لا اللي بقدم القصة الشعبية بظهر أن هي مرتكزة على الأدب اليهودي على الثقافة اليهودية ربما أشهر ما يمكن عندما قالت لو يا سيد الكون وكما أنا قالوا أن أي شخص ينقذ روحه من إسرائيل فأن الكتاب المقدس يعتبره كأنه أنقذ كل العالم وهذا الرجل أمامك أنقذ ثمانية أرواح يمكن يجي وعد أحد مسلمين يقول أني شوف نحن هذا في القرآن أغدته من القرآن أني من قتل نفسا بغير نفسا أو في سنة في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا في المايدة 32 ولكن مصدر القصة هو موجود في مشناسا هدرين الذي في القرن الثاني ميلادي قبل القرآن بأربعمائة سنة ماذا يقول أني نعم هذا النص موجود بحزافيرو الكتاب أني من أنقذ روحها من إسرائيل فكأنما أنقذ الناس جميعا إذن قصة شعبية نشوف أني مستندة إلى التراث الكتابي مستندة إلى التراث المشنة أو الثقافة اليهودية موجودة في تراث منطقة مع معينة فعدما نسمع قصة شعبية يمكننا أن نتعلم كثير عن العقاد والنظرة اليهودي إلى الزات حلقة اليوم التات مع هذه القصة الشعبية صحيح أني ممكن أن يكون فيها نوع من التخيل ولكن المتعة في هذه القصة أني تعطينا خلفية ثقافية دينية للقصص الشعبية الموجودة في التراث اليهودي حلقة اليوم التات شكرا جزيلا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر